اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبيض البيض يمكن ان يولد الكهرباء وهو الاكتشاف الذي يمكن الاستفادة منه يمكن الاستفادة منه بشكل واسع النطاق في مجال الالكترونيات المرنة للاجهزة الطبية ختام المشاهدين من صحيفة الويام السعودية انتل تختبر رقاقة عصبية تعمل بنفس كيفية الدماغ البشري طورت شركة انتل الامريكية رقاقة عصبية اطلقت عليه اسم لوهي تحاكي كيفية ذاتها التي يعمل بها الدماغ البشري معتمدة على التعلم الذاتي القائم على التغذية الاسترجاعية من البيئة فهي تتعلم من تلقاء نفسها نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الان على يوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر اشتراك او سبسكرايب او ان اعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم ولا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك